تعدتنا بإسهاب عن اللطمة القوية اللي اداها ابن سلمان لبايدن والأمريكان قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس اللي هي في غاية الأهمية للي بيحكموا اللي هم الديمقراطيين وأكيد الجمهورية قرار أوبك بلس بتخفيض الانتاج ب2 مليون برميل في اليوم قرار هز الكونجرس الأمريكي وأغضب أعضاؤه اللي بيلوحه بقانون نوبك في تحركات جدة لمعاقبة السعودية وابن سلمان لكن تلك المرة تحركات بتهمة تدمير العالم وليس قتل الصحفي الشهيد بإذن ربه جمال خاشقتي بايدن بيهدد بشكل مباشر وصريح انتوا لسه ما شفتوش حاجة السعودية بتناور وتعلي انها لا تستخدم البترول كسلاح وهي كاذبة او ابن سلمان كاذب وابن سلمان يتحرك لحماية النظام الملكي لموسكو توتر شريد بين واشنطن والرياض أعلى درجة من درجات التوتر في 48 ساعة اللي فاتت ذكرت لحضراتكم في كل المرات اللي تنون فيها الملف السعودي الأمريكي الأيام والشهور الفائتة ابن سلمان نجح ان يوجه ضربات واهنات موجعة للحليف الأمريكي كون ان ابن سلمان مجرم كون ابن سلمان قاتل كون ابن سلمان واحد من محور الشر ده ما ينفيش التحليل الواقعي والمنطقي دي الحقيقة اللي حصلت ويمكن حتى لما راح بايدن وصفنا ده انه راح دليلا للسعودية بعد ما قال بقى وهقدب السعودية والسعودية المنبوذة والديكتاتوريين وبتاع الحرب وقلت لك ان الحرب دي ساهمت ان ابن سلمان بعد ما كان قاعد يلعب في صوابع ومش عارف يعمل ايه وامريكا حطا فخان تلياك ومش عارف ازاي انتقال البتاع جات له الحرب دي في المصلحة تماما في ظل احتياج العالم للطاقة والبترول والغاز بايدن راح المملكة عشان يطلب زيادة في انتاج النفط ايه الحاجة الوحيدة اللي رجع بيها سلام قبضة اليد اللي تحدثت عنه الصحافة الامريكية كلها وشرحنا ده بايدن استشد غضبا وخرجه واصدر تصريحات خطيرة ضد السعودية حاول يتجنب التصريحات لكن الصحافة كانت بتطرده في كل ملي بعد ما السعودية خدت القرار شكراً للمشاهدة انتهي منهم بعد. جملة دي يا جماعة. ده اللي حكولي بتواتي خافة الامريكية انا انتقفت مش امريكية طبعا. اللي هو لم انتهي منه بعد. يعني انا في واحد هنا هيطلع دي المفروض. كده. اللي ما انتهتش منهم بعد. بعد ما كان ايه? قفل مع السعودية. وهو اللي ادى النصيحة للسعودية. قلت حضاك كده ان الملك يخلي ابن سلمان رئيس وزراء عشان يجي له حصانة في القضايا اللي في السعودية. فاهم? فجأة دي نتقلبت. فبايدن زي ما انت شايف كده اولا عنده انتخابات بقولك يعني اه حاسمة. انتخابات تجديد نصف وهم مسيطرين على البرلمان بغرفته. لكنه في ادنى مستوياته بايدن كل الحاجات والحزب وضعه صعب جدا. وهو عارف يعني ولده برضو ويصلح ساعات. لو انتخبت الجمهوريين وبتاعها والسعودية دي انا لسه لم انتهي منها. امريكا جمع المشاكل اللي فيها في تلك الكلمات لو رجعت الكلمات اه بتماعن بسيط مش لازم تبقى تتماعن بزيادة هتلاقي انه حطت كل جاب سلة واحدة زي ما انتو خيش سوبر ماركت حطت كل الازمات الاقتصادية الطاحنة في امريكا وحطها على رقبة السعودية ورسا. بص قلاب بشكل كبير جد. تاني ملاحظة حضراتكم اه 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 حابب ان حضراتكم تاخدوا بالكم منها ان هو الان بيضع السعودية وروسيا في خانة واحدة. انا لم انتهي منكم بعد. تصريح خطير جدا. يعني هذه الجملة خطيرة جدا. ربما لبعض ربما طبعا ما فيش بقى ده ده تحليلات امريكية مش مش تحليلنا خالص. لما يكون تحليلنا بقول لحضراتك. ربما يمهد بايدن لتحرك داخل الكونجرس الامريكي ضد ابن سلمان. بايدن بقى يستخدم السعودية والروسيا ايضا في هجومه على الجمهوريين. قبل اسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي اللي هتوقف امريكا على رجل. السعودية بعد قرارها الاخير بتاع اوبك بلاس. بقى بالنسبة الامريكان ما بقيتش تلعب دور محايد في الحرب الروسية الاوكرانية. خطوة خفض الانتاج هترفع اسعار النفط. ده بشكل مؤكد. وده بشكل مؤكد برضو بيخدم بوتين. لان بوتين بيتعاصل على ارادات من النفط. يخدم ترامب والجمهوريين اللي بيسخنوا الانتخابات التجديد النصري. قلت جملة لو ما كنتش تبعتوني في الحلقة بتاعت يوم الجمعة. قلت لحضراتكم انه ده تحليلنا بقى اشعر ان فيه ايه حلف ثلاتي. موجود بيلعب لعبة في العالم. بوتين ومن سلمان وترامب. وترامب. اذا نرفع اسعار النفط يخدم ترامب يخدم الجمهوريين يخدم بوتين لكنه بالتأكيد بالتأكيد ضربة موجعة لبايدن وللديمقراطيين في امريكا. بالتأكيد. عشان كده اعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي بيصبوا غضب على السعودية وابن سلمان في هذا التوقيت يكاد يفوق الغضب اللي تصب بسبب خشقتي. شوف مثلا تشاك شومر. زعيم الاغلبية بمجلس النواب الامريكي. تشاك شومر. ها? شوف. سيتذكر الامريكيون لفترة طويلة ما فعلته السعودية. اهو تصريح ده خطير جدا. يعني قوي جدا يا جماعة قوي جدا. سيتذكر الامريكيون لفترة طويلة ما فعلته السعودية لمساعدة بوتين على الاستمرار في شنه حربه الدنيئة والشرسة ضد اوكرانيا. نحن نبحث في جميع الادوات التشريعية للتعامل بشكل افضل مع هذا الاجرار. الاجراء المروع. للغاية. بما في ذلك مشروع قانون نوبك. بما في ذلك مشروع قانون نوبك. ايه مشروع نوبك ده? ايه جملت. لا لتكتلات انتاج وتصدير النفط. لا لتكتلات انتاج وتصدير النفط. القرار القانون ده تم اقراره من لجنة تابعة المجلس الشيخ الامريكي من كم شهر بس. بموجب القانون ده تتعرض الدول الاعضاء في اوبك. وشركائها للمسألة بموجب قانون قوانين مكافحة الاحتكار الامريكي. عشان يعقبوهم بمناسبة ايه? قالك القانون بالبلد يعني. ان الدول ده بتنسق ما بين بعضيها عشان تخفض في الامدادات بما يرفع اسعار النفط العالمية. وده بيرفع الطين فوق دماغنا. ده بشكل مختصر القانون اللي الديمقراطيين نوبك ده عايزين يطبقوه. على السعوديين. ادم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الامريكي وصف ان الاعتماد على السعودية تدمير للكوكب باكمله. دي جديدة. الجملة دي جديدة. قالك. النائب ادم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الامريكي. قرار السعودية بخفض انتاج النفط خلال ازمة التاقة الدولية هو مساعدة لروسيا في حربها على اوكرانيا. ان استمرار اعتماد امريكا على السعودية يشكل تهديد لامنينة قومي واعتمادنا على النفط هو تهديد لكوكبنا. تهديد لكوكبنا. طب حضرتك ما يعني هقول لك ايه بس ده اللي ترامب كان بيعيبه على الالمان. في اللقطة الشهيرة اللي دعتها لحضراتكم ممكن مرتين تلاتة على الاقل. ليه ترامب وهو بينصح الالمان والوافد الالمان المتحدة كان قاعد يضحك باستخفاف واستهزام ترامب. قال لهم ما تحطوش البيض في صلة واحدة. لما روسيا لما بيفتحوا غط الغاز التاني. قال لهم انتو كده اه بين روسيا والمانيا. اعتقد برضو حكينا لكن كان قبل ما نبدأ البث على اه قناة الشعوب. حكينا عن هذا الموضوع بشكل كبير جدا. انه اه وشرودر ودور وكده. فكان بينصح الالمان ان ما تحطوش البيض في صلة واحدة وما تعتمدوش على النفط الروسي بس وكده وبتاعه ده هيحط الالمانيا في موقف صحب. وللأسف هذا حقيقة ما حدث على ارض الواقع مع المانيا الان. طيب. فانه الكلام اللي بيقوله. بيستجلت الاستخبارات. يعني ده اللي المفروض كان يحصل. طيب. اعضاء مجلس الشيوخ من الدموقراطيين. بدأوا يرجعوا يتكلموا تاني عن حداشر سبتمبر. ايه ده? قال لك اه. وعن جمال خاشقتي. تاني. بعد المرفات دي كانت بتتقفل وكله بيلحس كلامه. كله لحس كلامه وسكت نتيجة الازمات والحرب وكده كده متابعين. سيناتور في مجلس الشيوخ ديك دوربن قال كيف كيف ايها الاوغاد نعتبر الاسرة المالكة في السعودية الى الان حليف لنا. حليف لنا. انت لازم لازم تعجب بشجاعة ابن سلمان او تهوره. يعني 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 الدنيا كانت ماشى زي الحلاوة. من الاسئلة التي لم يتم الرد عليها حول 11 سبتمبر ومقتل جمال خاشقتي. الى التآمر مع بوتين لإيداء الولايات المتحدة مع ارتفاع اسعار النفط. لم تكن ابدا العائلة المالكة في السعودية. ابدا حليفا جديرا بالثقة. حان الوقت لسياسيتنا الخارجية ان تتخيل عالما بدون التحالف معه. وايضا اعتقد الفقرات دي يا جماعة انا بقول كده عشان تعدوها للناس اه في الاعادات. على فكر على ذكر الاعادات برضو البرنامج. البرنامج دلوقتي بيتعاد كل ساعتين. حد ما نزبط الخريطة. عشان الناس بتقولي طب الاعادة امتى? يعني البرنامج ساعتين البرنامج. ساعتين اعلانات يعني البرنامج. ساعتين البرنامج. فانا بقول بس الفريق اه والشريط ده فيه ترددات وكل طرق التواصل. اه التاني حاجة انا بقول ده الجمل دي عشان بس فريق الاعادات يسجل ورايه اه التكرما وليس امرا انه فيه فقرات مهمة جدا زي اه برضو بتاعت اه اه روسيا اه الخط التاني بتاعت شرودر اه اه الخطاب التاريخي الشولتس اه اه كنا اتكلمنا عنه اه بتوسع. فاهم? اه الدولار اه البترودولار اللي بيحكم العالم دي واحدة من اخطر اه يعني الحلقات المتعلقة بهذا الوضع. ارجوكم حطوها عشان تعرضوها للناس لانها مهمة جدا 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 يعني اه تفهم برضو. يعني السعودية من ساعة حرب تلاتة وسبعين العالم بيحكم بيه? البترودولار. باتفقية تاريخية بين السعودية وامريكا اه بتحكم العالم. ده 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 موضوع مهم جدا. ده بعد ايه? امريكا في الاول تقولك انه ايه امريكا بتضمن الدهب والدولار الامريكي والامامه كل دولار امريكي امامه دهب وده قفلته امريكا واصبح العالم بيحكم بالبترودولار. ايه قصة دي? ارجوك ارجع فيديو ان مش هينفع نعيدها تاني دلوقتي طيب اللهجة زي ما انت شايف في الاعلامية او الرسمية واخد طريق الغضب الشديد والتهديد المباشرة شكرا بقولك حقيقة يعني هو عاجة من اتنين لشجاعة رهيبة من ابن سلمان يعني هو كان بدأ ازبط الامور وخد البتاع وكسر بايدن وبايدن جاله وقصة والدنيا مشت فانه اللي عمله ابن سلمان لشجاعة غير مسبوقة او تهور اه اه محموم ومذموم السعودية اللي كان قرارها بقى حد للغاية جايفين امريكا اه ما فيش اي ما فيش اي لهجة حدة هي ما اعتقدش السعودية محتاجة اي لهجة حدة اصلا هو الموقف هو حد لوحدها تصلاحات وزير الدولة الشوء الخارجية السعودي عادل الجبير كانت خير دليل على اللهجة الرسمية الهادئة بعد ما عملوا المصيبة كبيرة where's who ensures stability in the oil markets to the benefit of consumers and producers over the past year when we saw saw shortages we increased our all production gradually now we are seeing we meaning the 22 countries that make up open plus we're seeing shortages we are seeing headwinds in terms of geopolitics we're seeing headwinds in terms of growth rates a slowdown in economies throughout the world and we want to make sure that we act in a preemptive fashion to ensure that we don't have a collapse of the energy markets الخلاصة زي ما حضرتك سامة، كان انا مانش احنا 32 دولة طبعا اللي بيحرك أوبك بلس السعادية وروسل فاحنا ما بعشي دولة وبتاع واحنا لقينا انخفاض ده هيهد السوق و بتاع لا 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 في لقاءه على الفوكس نيوز المضيع الأمريكي عرض لوزير الخارجية السعودي جانب من كلمة الدموقراطي روخانة اللي هجم السعودية وقال إن احنا على طول بنحميهم لكن لما احتجناهم بيتخلوا عننا وقال إن أحنا على طول بنفسه لن يتعلمون أنهم لا يتعلمون ونعطيهم كل الأسفل، 70% من الأسفل، لأنهم يفعلون هذا للأسفل المساعدة ونجد أن نقول إنهم لا يتعلمون بإمكانهم، سننقل بإمكانهم الأسفل الجبير اللي بيتميز به الهدوء، حقيقة، رد بشكل هادي وذاكي وقاله الموضوع داخل فيه مشاعر وعواطف، وإحنا في حكاية النفط والبترول ولا نعرف عواطف ولا سمعنا عن مشاعر والقرار ليس سلاحاً على الإطلاق أو ليس موجعنا على الإطلاق ضد أمريكا إحنا مش قصدنا نخسر الديمقراطيين في الانتخابات خالص هو قال كده، ولا قصدنا نضغط عبيدن في الوقت ده خالص ولا بنقدم هدية على طبق من دهب لترامب خالص ولا الكلام اللي يجيب بالكم ده خالص ما عاش ولا كان اللي زعى الأمريكا كده this is probably part of the emotions that have to do with the upcoming elections Saudi Arabia does not politicize oil or decisions Oil is not a weapon, it's not a fighter plane, it's not a tank You can't shoot it or you can't do anything with it We look at oil its a commodity and we look at oil as important to this global economy in which we have a huge stake The idea that Saudi Arabia would do this to harm the US or to be in anyway politically involved is absolutely not correct at all With due respect, the reason you have high prices in the United States is because you have a refining shortage that has been in existence for more than 20 years. You haven't built refineries in decades. You have now, unfortunately, and my condolences to the victims and to those who were injured, I wish the quick, speedy recovery. You have accidents that happened in a refinery in California and you have a number of refineries in the Midwest that were shut down. It's as a result of the shortage of refining capacity that you have a shortage of gasoline and an increase in the price of gasoline. It has nothing to do with the fundamentals of crude oil supply and demand وبراءة الأطفال في عينيه مجدئة الأمريكي ما حرفش يطلع بقى أيدانا من الوزير السعودي لبوتين أو الموقف الروسي من الغزو الأوكراني جبير كان بارعا في إمساكل عصايا من النص وهدئ جدا على الرغب من الغضب الأمريكي الشديد ولم يصدر منه حتى عبارة مجاملة كإدانة للغزو الروسي الأوكرانية وده عكس اللي كان متوقعة أمريكا من أول حرب من السعودية حليف الغرب القوي في الشاق الأوسط ما يكلهاش موقف واضح في تلك الأزمة معجزة الحربات والأرد cc. We hope that any kind of conflict can be averted through negotiations and discussion We have we opposed the seizing of territory by force and we have supported the UN resolution to that effect We have maintained lines of communication open with both Russia and Ukraine in order to See what can be done to towards moving towards a secession of hostilities and a ceasefire Israel harness the current prince was instrumental in و سيكون ذلك مثل موضوع بمرحل أنه حلاثة بناء وليس بالطرورات المختلفة في حالة حلاثة بSIM أحداثة يتبقى أسراد كثير من ماتين سلوات وإمعنا نظار حلاثة القرية وإنما نتركون لتغول شفر بمرحل وقاء نقريبا وبيحل جزائرة أما أنه بمياس بمياس والتعيش في الفترة وإنه من نقل إقراتنا ويقوم نفترض بلحلان ويقوم نفرح بمساعد من ثم السؤال اللي بتسألوه في ختامة الحلقة اعتقد ان هو السؤال المنطقي في هذا التوقيت ايه اللي هيحدث في الاعمل اللي جاية في امريكا هل كلام بايدن ممكن يكون مجرد تهويش تصرحات سياسية بيحاول يكسب بها شوية اصوات ويعدي من الازمة الشديدة بتاعت الانتخابات النصرية على خير هل فعلا هيكمل والكونجرس يقر مشروع قانون اللي هو قانون نوبك في مجلس الشيوخ والنواب الحالة دي لو تم تمليق قانون وقعه بايدن هيتم إلغاء الحصانة السياسية اللي بتحمي اعضاء اوبك بلس وشركات النفط الوطنية في تلك الدول من الدعاوة القضائية من اي دعاوة قضائية مركز معايا في الحيطة دي لو اقروا هذا القانون بتتشاهل حصانة من على هؤلاء فيعود محمد المسلمان لنقطة الصفر دي اسئلة بتفرض نفسيها زي تبقى الاسئلة اللي حضرك عارفها من نسبها العالم ومستقبله وحياته وشتهه وصيفه واللي جاي والقادم تتعظم تلك الاسئلة في دول البزراميت زينا سي مصر دول البزراميت اللي هو تشعر انه الحرب الروسية الاوكرانية معمولة في ميدان التحرير اشتركوا في القناة